اشتركوا في القناة نرحب بكم في المناظرة النهائية للبطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية والتي دارت على مداري أيام تأهل فيها فريق الجمهورية اللبنانية وفريق الجمهورية التركية سيدير هذه الجلسة النهائية لجنة تحكيم مكونة من اليمين إلى اليسار الأستاذة وضحاء الهاجر من قطر الأستاذة خلف عائشة من الجزائر الأستاذة ناديا درويش من مناظرات قطر الأستاذ نزار مختار من مناظرات قطر الأستاذ فهد السبيعي من الكويت الأستاذ علي الزوقري من قطر الأستاذ المقداد أحمد من السودان الأستاذ سلمان علي من مناظرات قطر وضابط الوقت فيصل محمد من قطر وأتشرف برئاسة الجلسة محدثكم المعتصم المعمري من سلطنة عمان ننتقل إلى أبطال هذه الليلة بدءاً بفريق المولاة من الجمهورية التركية الطالبة أسماء كوطان الطالبة نهلة عفواً الطالبة زينب كوكجا الطالبة آسيا أسودات كوموت ويقابلهم في فريق المعارضة من الجمهورية اللبنانية الطالبة ملاك الخليلي الطالبة نهلة بسيوني والطالبة ساندي سبع أعين تفضلوا بالجلوس قضيتنا لهذه الليلة تنص على ما يلي يرى هذا المجلس أن تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب رئيسي في تدهور دول العالم الثالث قبل أن نبدأ المناظرة أوجه الرجاء لحضورنا الكريم بأن تتأكدوا بأن هواتفكم على الوضع الصامت كما أطلب منكم وأرجو منكم الرجاء تلو الرجاء بأن تقللوا التشجيع والتصفيق قدر المستطاع حتى ينتهي المتحدث من حديثه لأن التشجيع أثناء الخطاب سيشوش عليهم كثيرا دون تأخير سنبدأ هذه المناظرة بدءا بالمتحدثة الأولى من فريق الموالاة تفضلي بالحديث بسم الله الرحمن الرحيم السادة المحكمون الحضور الكرام وصديقاتي من فريق المعارضة والموالاة أرحب بكم جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله أيها السادة نحن فريق الموالاة أتينا من بلاد بعيدة لنؤكد رأي المجلس في أن تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب رئيسي في تدهور دول عالم الثالث وأبدأ بتعريف مصطلحات القضية فأما الدول الكبرى فهي الدول التي تملك القوة الاقتصادية والسياسية كأمريكا وفرنسا وأما تدهور فتعني التراجع وأما دول العالم الثالث فهي الدول النامية التي لم تحقق المعايير الثلاثة المجتمعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقضيتنا يا سادة أن الدول الكبرى وسياساتها ومكرها بدول العالم الثالث أدى إلى استغلالها وبالتالي إلى تدهورها وهدفنا من هذه القضية هو إثبات أن هذا التدخل سواء عسكري أو اقتصادي أو سياسي هو السبب الرئيسي للتدهور وأشرح لكم موقفي معتمدة على المحور السياسي الاقتصادي أيها السادة الاستعمار سبب التدهور منذ الأزل وما زال الاستعمار مستمراً بأشكال مختلفة حتى يضمن لنفسه سوقاً لمنتجاته وبالتالي لا تعتمد دول العالم الثالث على نفسها بإنتاج أي شيء وهذا الحال وليس غيره هو السبب الرئيسي لتدهور العالم الثالث أيها السادة إن الدول الكبرى لها دور قوي وفعال في السياسة العالمية فهذه الدول تفعل ما تريد تمكر بهذه الدولة وترضى عن هذه الدولة وتغضب من هذه الدولة وترفع هذه وتغفض هذه حتى أصبحت الدول النامية أداةً بل لعب بيد تلك الدول الكبرى التي لا تريد منها إلا تحقيق مصالحها الشخصية وأجنداتها الخاصة أيها السادة الدول الكبرى الاستعمارية أنهك الدول العالم الثالث وعندما استقلت هذه الدول أرادت تنمية ولكن الدول الكبرى وتدخلاتها كانت لها بالمرصاد ستقولون كيف؟ سأجيب بأن الدول الكبرى تسخر المنظمات الدولية لخدمة مصالحها كهيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ولكي أبرهن لكم هذا أسألكم لماذا لا تفيد المساعدات والقروض التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة؟ فهذه مثلاً الولايات المتحدة والحكومات الغربية تبرعت بمليونين منصف تريليون دولار لمساعدة البلاد الإفريقية ومع ذلك وما زال لدى إفريقيا ما يقارب ثلث أيدين العالم والسبب هو سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الذين لا يقدمان مساعدات وقروض إلا بعد وضع شروط جائرة تستفيد منها الدول الكبرى أيها السادة أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن هاتين المؤسستين تخطعان للدول الكبرى باتفاق ضمني حيث دائماً يكون رئيس الصندوق النقد الدولي أوروبياً ورئيس البنك الدولي أمريكياً أيها السادة اسمعوا وعوا إليكم هذا التليل القاطع على تدخلات الدول الخارجية السياسية وأكبر مثال تركيا التي ألزمت تحت ضغط خارجي بتوقيع معاهدة لوزان المجحثة التي حرمتها من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور ممرًا دوليًا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المار فيه حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردغان يوجه رسالة تاريخية وسياسية إلى الخارج قبل الداخل باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها التي اغتصبتها تلك الدول الكبرى أيها السادة أقول بملء ثمي أن الدول الكبرى قد بنت حضاراتها وتقدمها على حساب دول العالم الثالث فهذه أمريكا مثلا تتدخل في مختلف بلاد العالم كالحرب في غسلافيا ثم غزو العراق وأخيرا تدخلها في الدول الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية السورية وهذا أتى لتدهورها بسبب هذا التدخل وإلى هنا يكفي لأنني أفصحت وأوضحت رفعة الأقلام وجفة الصحف وقبل أن أختم خطابي أقول لكم أني قد بيّنت لكم أن تدخل الدول الكبرى هو سبب تدهور بلدان العالم الثالث على الصعيد السياسي الاقتصادي ودلّلت لكم بأمثلة واضحة ثم تحدثت لكم عن سياسة المنظمات الدولية وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الدول النامية أصبحت لعبة بيد تلك الدول التي لا تريد لها إلا التخلّف والتدهور وهذا يدل على أن رأي المجلس سديد 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 وقبل أن أختم خطابي أتوجه بسؤال للفريق المعارضة وأن تظر الجواب هو ألم يكن دعم أمريكا لإسرائيل بتأثيرها على العالم بعدم التحرك والصمت عن انتهاكات إسرائيل في فلسطين هو سبب تدهور فلسطين أيها السادة بهذا أختم قولي راجية من الله التوفيق ومن لجنة حكم التأييد شاكرة للجميع وحسن استماعهم والسلام عليكم ورحمة الله نشكر المتحدث الأولى من فريق الموالاة نكرر طلبنا للجمهور بإعطاء المتحدث الفرصة الكاملة لإيضاح رأيه دون تشويش وترك التصفيق حتى نهاية حديثه الآن الحديث الأول لفريق المعارضة مع المتحدثة الأولى تفضل سيدي رئيس الجلسة المحترم اللجنة الموقرة زملائي من فريقي الموالاة والمعارضة أيها الحضور الكريم حياكم الله نحن فريق المعارضة نقف هنا اليوم للعلم معارضتنا لرؤية المجلس الذي ينص يرى هذا المجلس أن تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب أساسي في تدهور دول العالم الثالث وعلينا أن لا نحصر التدخلات بالسلبية فهناك مواثيك دولية تطالب بتدخل الدول الكبرى في بعض الحالات وسنقوم بتسليط على هذه النقطة مع المتحدثة الثانية طرح علينا سؤال وهو عن قضية فلسطين ولكن إن قضية فلسطين ليست قضية تدخلات بل قضية احتلال نقر بوجود مشكلة تدهور وضعف دول العالم الثالث ونضع هدفا لفريقنا نسعى للوصول إليه عبر حجاجنا التي سنقدمها ألا وهو تسليط الضوء على حقيقة تدخل هذه الدول وعلى حقيقة ما يترتب على هذه التدخلات وسأتناول بحديثي المحور الداخلي وستتناول المتحدثة الثانية المحور سلام العالمي أما المتحدثة الثالثة ستتولى مهمة التفنيد بالواقعية والمنطق يكون النجاح وبخلافهما فإننا نغوص في الوهم بعيدين كل البعد عما نرمي إليه من هدف سامن ألا وهو ما أوضحناه في بداية حديثنا وهو كشف حقيقة التدخل وحقيقة ما يترتب من هذه التدخلات نحن نقر بوجود هذه التدخلات لكننا لا نقر بأنها السبب الرئيسي لهذا التدهور بل إنها نتيجة فمن غير المنطقي اعتبار تدخل دولة مهما كانت قوية تحت مسمى الدول الكبرى هو الدافع وراء تدهور دول العالم الثالث وهنا نطرح سؤالا مهما ما الذي جعل من هذه الدول تنتمي إلى دول العالم الثالث إن في مقدمة هذه الأسباب الأنظمة السياسية الفاسدة التي ما زالت تحكم هذه الدول بالإضافة إلى غياب الدموقراطية الذي يعد سببا جوهريا لتفشي حال الفكر ونضيف سببا آخرا وهو انتقال هذه الدول إلى عالم الخصخصة والرأس مالية بطريقة غير منضبطة ما حول معظم هذه الدول من ملكية الدولة إلى احتكار الأفراد والشركات ولا ننسى الاقتصاد هرم الاقتصاد المتهالك والعلاقات الاجتماعية المتفككة كل هذه الأسباب التي جعلت من هذه الدول عرضة للتدخل الخارجي هي نفسها الأسباب التي أدت إلى تدهورها أخذك لاحقا فجل حديثنا يكون حول إيضاح أن التدخل الخارجي نتيجة للتدهور وليس سببا للتدهور فلا تستطيع هذه الدول الكبرى أن تتدخل لا بصغيرة ولا بكبيرة لو لا الأسباب الرئيسية التي جعلت من هذه الدول دول العالم الثالث ساحة لتصفية الحسابات فعلى هذه الدول أن تنهى بواقعها على جميع الأصعدة لتكون دولا متماسكة أمام التدخلات الضارة ونؤكد أن حقيقة الارتباط الجوهري بين الدموقراطية والتمية فالتمية هي عملية عملية تغيير شامل في إطار نموذج تموي يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية التي تضمن تركية الكفاءات الاستخدامية وكما تم تعريف التنبية في مجلة التنبية بأنها التنبية التي تستجيب لحاجات الحاضر دون المساومة بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية إحدياجاتها الخاصة وكما عرفتها أيضاً الأمم المتحدة بأنها عملية توسيع لخيارات الناس وهي أن يعيش الناس حياة قضيدة وصحية يكتسب فيها كل ما يريد من مستوى معيش إلائك وإن التنبية تشمل الإنسان لأن الإنسان هو محور التنبية فهو رأس المال الحقيقي وتدليلاً على ذلك نورد قول صاحبة السمو الشيخة موزة بن تنصر إنه مصدر اعتزاز أن تعرف قطر بإبداعات أبنائها وبمهاراتهم وبأفكارهم بقدر ما تعرف بمواردها الطبيعي وما نسمو إليه هذا يتبين صحة هدفنا وهو تسليط الضوء على حقيقة تدخل هذه الدول وأثبتنا من خلال ما عرضناه لنجلدكم الموقرة ولحضورنا الكريم أن التنمية هي أحد الحلول التي يمكن اعتمادها من أجل نهوض دول العالم الثالث وخير دليل على ذلك التجربة الماليزية فهم كانوا يعنون من مشاكل نتيجة للحياة التي كانوا يعيشونها ولكنهم اتبعوا خطة استراتيجية مدروسة عن طريق دعم التعليم والبحث العلمي ووضع نظام محاسبي يحكمكم مبدأ السواب والعقاب للوصول إلى النهضة الشاملة وبالتالي خرجت البلاد من قاع الحفرة لترك إلى مصاف الدولة النهضة زاد دخل الفرد من مئة دولار إلى ستة عشر ألف دولار سنوياً ووضعت قوانين تحكم الطوائف الثمانية عشر بالعدل كل هذه الأمور قدت إلى نهوض ماليزيا ما يؤكد هدفنا الرئيسي وهو أننا لن نقر بأن التدخلات الخارجية للدول الكبرى هي السبب الرئيسي للتدهور دول العالم الثالث وشكراً شكراً للمتحدثة الأولى من فريق المعارضة ننتقل الآن إلى المتحدثة الثانية من فريق المولاة تفضلي إنهاك استعمار استغلال تسخير تدخل فتدهور السادة المحكمون الحضور الكرام أصدقائي من فريق الموالاة والمعارضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة أنا لم أبدأ خطابي بتلك الكلمات عبثاً وإنما لأبين لكم أن تدخل الدول الكبرى بكل وجوهه سبب تدهور دول العالم الثالث والآن أبدأ بتفنيد كلام المتحدثة الأولى التي تحدثت عن المحور الداخلي والتي قالت أن السبب الرئيسي لتدهور دول العالم الثالث المشاكل الداخلية وسأجيبها بهذا الدليل فمثلاً في دول الربيع العربي تدهور الوضع الاقتصادي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الديون الخارجية وبسبب الضغط الخارجي وهذا أدى لتمرض الشعب والنزاعات الداخلية والحروب والمشاكل الاجتماعية وما ذكرته منه وبالتالي تدهور الدول وهذا دليل على أن تدخل الدول الكبرى هو السبب الرئيسي لتدهور هذه الدول أيها السادة دول العالم الثالث تحاول التنمية ولا سبيل لها إلا الديون والتي أدت إلى التدخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وهذا أدى لهجرة رؤوس الأموال وبالتالي زيادة معدلات البطالة ومنه مشكلات اجتماعية خطيرة أدت لتدهور البلاد وهذا بسبب الديون أولا التي هي وسيلة ضغط بيد الدول الكبرى ثم يأتي من يدافع عن تدخل هذه الدول الكبرى وسياساتها الماكرة وأما عن المحور السيادي فأنتقل معكم إلى ليبيا أيها السادة ليبيا هو أسوأ سيناريو رأيناه هذا البلد هذا البلد كان غنياً مستقراً مزدهراً قوياً اقتصادياً وسياسياً ولكن وبسبب حلف الناتو وتدخل الدول الغربية تعرضت ليبيا لخضعة كبيرة وعاشت مأساة تشبه مأساة العراق والسوريا والصومال هذا كان عن التدخل الاتحاد الأوروبي بليبيا والذي أدى لتدهورها والآن إليكم دليلاً آخر أيها السادة اسمعوا وعوا إن التدخل الروسي المباشر على خط الصراع المصلح في سوريا هل كان لمصلحة الشعب السوري؟ هل كان حباً ورحمةً وغراماً بهم؟ لا طبعاً ما كان إلا لبروزها قوةً متحكمةً في ساحة الدول الكبرى ما كان إلا لحصولها على إمدادات النفط والغاز ما كان إلا للاستثادة من موانئ التصدير والنتيجة هي نفسها التي أتينا لنثبتها والتي نراها بأم عيوننا النتيجة هي احتزازات سياسية وأمنية وتوتر سياسي واجتماعي وثقافي تشهده المنطقة بأثرها وليست سوريا فقط وهذا التدهور بسبب تدخل تلك الدول الكبرى ولذلك نحن نوالي رأي المجلس لأننا نحن مع المظلومين أيها الخضور أريد أن تعطوني ضماناً لعتيكم موثقاً وأنا الآن أتحدث بلسان حال دول العالم الثالث وأقول لكم اضمنوا لي عدم تدخل الدول الكبرى بنا على كافة الأصعدة وليكفوا خيرهم قبل شرهم لا نريد شيئاً منهم وأنا أعيدكم بأن وأنا أعيدكم بأن نبلغ من الحضارة ما بلغوا وأكثر وأن نصبح أقوى منهم وأن لا نصل إلى القمر فقط بل وإلى المريخ أيضاً وهذا كان أحد أجدادنا ولكن ومع الأسف الدول الكبرى لا يروق لها هذا وتأبى إلا الضعف والهوانة والتدخل بنا أيها السادة نحن نؤكد رأي المجلس في أن تدخل الدول الكبرى أدى لتدهور وتراجع بعض الدول فهذه بريطانيا وضعت شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية وتم إلغاء الخلافة وأنا أعلن من موقفي هذا أن مع عام 2023 تاريخ انتهاء المعاهدة سترون تركيا بإذن الله تدخل أحداً جديداً وقوة عظيمة بعد تحرره من تدخلات تلك الدول الكبرى التي أثرت عليها وتركيا تملك من الموارد الطبيعية والبشرية والتي لا تملك دولة أخرى ولو تحررت من هذه المعاهدة فستصبح أقوى دولة بإذن الله بهذا وهذا يدل على أن السبب الرئيسي لتدهور دول العالم الثالث هو تدخل الدول الكبرى ولقد أثبت لكم هذا من خلال المحور الاجتماعي والسياسي السيادي وأتيت لكم بأمثلة من أرض الواقع كحرب سوريا وليبيا وذكرنا لكم هجرة العقول والأدمغة ورؤوس الأموال ومعاحدة تركيا وقبل أن أختم مقولتي أتوجه بسؤال لفريق المعارضة وأنتظر منهم جوابا مقنعا ومنطقيا ألم تكن سياسة العولمة والتطبيع وعملقة الشركات المتعددة الجنسية مساسا للسيادة الوطنية واختراق النظام السياسي لمصلحة الدول الكبرى أنتظر منكم جواب بهذا أكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر المتحدثة الثانية من فريق الموالاة الآن ندعو المتحدثة الثانية من فريق المعارضة تفضل حضرة الرئيس أستاذ الأعضاء زملائي من فريقي الموالاة والمعارضة أيها الجمهور الكريم أهلا وسهلا بكم جئنا اليوم لكي نعارض رؤية المجلس معارضة تامة فقد رأى المجلس بأن تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب رئيسي في تدهور دول العالم الثالث سأقوم أنا المتحدثة الثانية من فريق المعارضة بتناول محور السلام العالمي ولكن دعوني أولا أبدأ بتفنيد ما قد جاءت به زميلتي من فريق الموالاة أولا أعطيتي مثلا ليبيا وقلت أن التدخلات في ليبيا أدت إلى تدهور كبير ولكن دعيني أضيء لكي نقطة مهمة كنت بنسيانها أو تناسيها ألا تعرفين أن ليبيا كان يوجد فيها صراعات داخلية كثيرة شكرا صراعات داخلية كثيرة قائمة على النظام القبلي والتصارع على السلطة وأنت هنا قد حققت هدفنا الرئيسي والذي هو تبيان حقيقة وتسليط الضوء على حقيقة هذه التدخلات أي أنها نتيجة للتدهور وليست سببا قلت أنكم مع المظلومين وأقول لك نحن أيضا وسأبين لك هذا بالتفصيل في محور السلام العالمي قلت أن هذه الدول الكبرى لا تساعد الدول الصغرى ودول العالم الثالث إلا لتحقيق مصالح شخصية وأقول لك أن المصلحة للاثنين أنا لن أقدم خدمة لأحد إلا عن طريق الاستفادة أيضا أنا إن المسألة مسألة نسبية هذه الدول دول عالم ثالث دول ليست بمتطورة دول تحتاج لكل الدعم وبالتالي فإن الدعم الذي تقدمه الدول الكبرى مهما كان صغيرا يؤثر كثيرا بهذه الدول الصغرى سألتم سؤال وهو أليست سياسة العولمة مساسا للسيادة الوطنية؟ ولكن أقول لك أن سياسة العولمة هذه تقوم على فتح أسواق هذه الدول أمام المنتجات الغربية وتعزيز التجارة بين هذه الدول وإلى آخره هل بإمكان الدول دول العالم الثالث تحقيق الاكتفاء الذاتي إن لم تكن أسواقها مفتوحة أمام المنتجات الغربية التي تتميز بسعر مقبول؟ جاوبيني انتهيت من التفنيد ولكن دعوني أضيئ على نقطة مهمة وهي بأن فريق المولى قد تناسى أن هناك موافق دولية تتبناها هيئة الأمم المتحدة ويتبناها مجلس الأمن تقوم على ضرورة تدخل الدول الكبرى أحيانا لحل النزاعات ولحل المجازر التي تقوم في العالم وهنا أنتم قد قمتم بحصر التدخلات بتدخلات التي هي تدخلات سلبية واستعمار وإلى آخره إلا أن المجلس لم يحصر هذه التدخلات دعوني أولا أبدأ بمحور السلام العالمي لا ننسى أن القوة موزعة في العالم بشكل متباين فهناك الدول القوية وهناك الدول الضعيفة وبالتالي فإن الدول الضعيفة عادة ما يكون لديها مشاكل كثيرة تسعى لحلها ولذلك وجود الدول الكبرى القادرة على حل هذه المشاكل يجب على هذه الدول أن تقدم المساعدات للدول الأخرى فكما بيّنت زميلة المتحدثة الأولى ليست تدخل محصورا في التدخلات السلبية والاستعمار نحن نعيش في عالم مليء بالمخاطر نحن نعيش في عالم مليء بالمخاطر التي تهدد السلم العالمي فألا ترون أن وجود مثلا الأسلحة النووية في العالم يهدد وبشكل كبير السلم العالمي ألا ترون ذلك؟ ألا ترون أن المجازر التي تقوم بها الأنظمة في مثلا سوريا ودول أخرى ومجازر الإبادة الجماعية هي مجازر يجب على المجتمع الدولي التدخل بها؟ بالطبع يجب ذلك لأن الدول الكبرى قادرة على أن تمسك بزمام الأمور لديها الكثير من الموارد لديها الكثير من الإمكانات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمكنها من إحداث تغيير والإمساك بزمام الأمور فقد تشكلت هيئات ومؤسسات كبيرة مهمتها التدخل في العالم لكي تصلح الأمور مثال على ذلك قوات حفظ السلام ودعوني أعطي لكم أمثالا كثيرا توضح لكم أن الإيجابيات أكثر من سلبيات تدخل الدول في هذا الموقف مثلا تدخل الأمم المتحدة وتأسيسها لليونيفل في خلال حرب اللبناني مع إسرائيل حيث أن قوات التدخل قامت بإيقاف إطلاق النار ولولا هذا لكنا اليوم نعيش في حرب على الأراضي اللبنانية تؤدي بحياة الملايين وتؤدي إلى هلاكهم مثال آخر تدخل الولايات المتحدة بشؤون كوريا الشمالية كوريا الشمالية من أكثر دول العالم اضطهاضا لشعبها تملك قوى نووية ألا تجدون أن تدخل أمريكا والأمم المتحدة في شؤون السياسية الداخلية لهذه الدولة وأيضا فرض عليها عقوبات واجب لحفظ السلام العالمي ألا ترون أن السلاح النووي يهدد الوجود البشري نحن نرى ذلك هل نعطي حجة أخرى؟ نعم فلنعطي حجة أخرى مثلا حجة من حاضرنا قال الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد أن ما يجري في الغوطة الشرقية بريف دمشق هو جرائم ضد الإنسانية حيث استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية وقصف عنيف في الغوطة ولذلك أضاف الشيخ تميم في تغريدة على تويتر أن واجب المجتمع الدولي التدخل فشكرا لك يا جلالة الشيخ على دعمك لموقفنا اليوم وبذلك أقول قد وصلت إلى هدفنا وبينت أن الهدف من هذه التدخلات هي الحماية وليست ولم تحصر في التدخلات السلبية نشكر المتحدث الثاني من فريق المعارضة ومع الختام للخطابات الرئيسية من فريق المولاه تفضلي بالحديث أستاذ الحضور والجمهور والمحكمون جميعا صديقات من كل الفريقين أرحب بكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المتحدثة الثالثة من فريق المولاه أتيت لمتابعة مسيرة فريقي في إثبات تدخل دول الكبرى ومواقفها السياسية أدى لتدخل دول العالم الثالث أبدأ بخطاب المتحدثة الأولى من فريقنا التي بيّنت أن الدول الكبرى هي السبب الرئيسي لأنها صانعة القرار في العالم فهي تمثل دائمي العضوية في مجلس الأمن وأنها تلعب بالقرارات السياسية العالمية كيفما تشاء بحسب مصطحتي الشخصية وذكرت أمثلة ومشاكل شرق الأوسط وتحدثت عن القضية السورية التي تلعب بها الدول الكبرى وكأنها دمية في أيديها وأما عن هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقط الدولي فهما مؤسستان تخضعان للدول الكبرى وبيّنت أن تركيا استطاعت إعادة إمبراطورية بانتهام معاهدة لوزان المجهفة بحقها والتي تعكس أسوأ سورة التدخلات الدول الكبرى السياسية والآن أبدأ بتفنيد ما جاء به فريق المعارضة ومتحدثة الأولى قامت بجواب سؤال متحدثتنا الأولى ولكن لم يقنع الجميع لأننا نقول وقالت أنها ليست تدخل إنما احتلال ولكن نحن أيضا نعرف أن الفلسطين محتلة ولكن من احتل فلسطين ومن ساعد إسرائيل أليست دعم أمريكا ومواقفها السياسية سبب الاحتلال؟ هذا كان الجواب يا سادة لا يمكننا أن نأخذ هذه التدخلات كنتيجة لأن دول العالم الثالث كانت أمام خيارين أحلاهما مر وذلك بسبب قبضة وتدخلات دول الكبرى فإما الدين وفبائده الكبيرة التي تعيق التنمية وإما مساعدات الدول الكبرى المشروطة بتنفيذ أجندة تخطم مصلحتها يعني بفضوح وبالخط العريض هي مساعدات ظاهرها رحمة وباطنها العذاب ثم تحدثت عن محور داخلي وتحدثت عن المشاكل وأقول لها أليس سبب كل هذه المشاكل هو تدهور الوضع الاقتصادي وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الديون وبسبب ضغط الخارجي أدى لتمرد الشعب وإلى حروب أهلية وأدى إلى نزاع مسلح ولو كانت الدولة تمتلك قوة اقتصادية لتغلبت على هذه المشاكل ولكنها لم تستطع بسبب الضغط وتدخلات الدول الكبرى والسؤال يطرح نفسه الآن لماذا الشعب بدون أي سبب يقوم بالتمرد يجب أن يكون هناك سبب رئيسي ليكون هناك تمردات ونزاعات وعن فلسطين وما تحدثت فيها تلك النزاعات الداخلية تولد بسبب سوء الأوضاع الداخلية والسوء الأوضاع الداخلية أولاً وآخراً بسبب ضغط الخارجي الذي كان باطني ولكن بعد التمرد ظهر تدخل الدولي الخارجي وظاهري كما ترون الآن روسيا وأمريكا وكل الدول العالم في أراضي سوريا ويعني أولاً وآخراً بسبب تدخل الدول الكبرى وتحدثت المتحدثة الثانية أظن عن كوريا الشمالية أولاً كوريا الشمالية أنى لها أن تصفينها بالتدهور وهي تملك أسلحة نووية ممكن تدمير العالم بأثره ثانياً هل تقارنين وضع كوريا الشمالية التي صحيح لم تسمح بالتدخل بها التي تدخلت بها الدول الكبرى مثل سوريا وفلسطين وعراق وليبيا هذه الدولة قارنيها بالدول هذه الدولة قارنيها بسوريا قارنيها بليبيا قارنيها بعراق وفلسطين ما رأيك؟ سوريا تدخلت بهالدول هذه الدولة أي كوريا الشمالية لا تتدخل الدول هل هذه متدهورة مثل هذه؟ هل هذه تعاني من مجاعات مثل هذه؟ إن كان لديكم الحج فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين وتحدثت عن المساعدات وتحدثت عن المحر السيميع العالمي ولكن يا سادة هذه المساعدات لا تعطى إلا مقابل شروط جائرة ولا تستفيد منها الدولة وصديقة متحدثة الأولى تحدثت لكم عن البنك الدولي وصندق النقطة الدولي وقالت أنها لا تعطي المساعدات والقروض إلا بوضع شروط قاسية ثم تحدثت أحدهن عن تماسك الشعب وبالاختصار قالت لن تسمح لتدخل الدول الكبرى تماسك الشعب كلامك فيه شيء من الصحة وفيه أيضا شيء من التناقض كيف سيتحد الشعب في دولة ضعيفة حشة بسبب الاستعمار وهذه الدول مهما كان الشعب متوحدة ولكن هي بحاجة إلى قوة اقتصادية وبالتالي ستضطر لمساعدة تلك الدول ومساعدة تلك الدول ستؤثر عليها سلبا لأن المساعدات تكون تحت شروط سياسية تخطم الدول وأنتم تتكلمون عن وحدة الشعب تمام لو كانت الدولة قوية مثل يابان وحدة الشعب تفيدها أما وحدة الشعب في دولة من الدول العالم الثالث ماذا ستفيدها بدون قوة اقتصادية نقطة أول السطر وشكرا لحسن استماعكم نشكر المتحدث الثالث من فريق الموالاة على خطابها والآن الخطاب الثالث من فريق المعارضة تفضل حضرة الرئيس السادة الأعداء زملائي من فريق الموالاة والمعارضة حياكم الله أنا المتحدث الثالث من فريق المعارضة جئت الآن لتفنيد ما قام به ذكره من حجج واهية فريق الموالاة وأقول أنني أدعم أولا هدفنا وهو تبيان أو تسليط الضوء على حقيقة هذه التدخلات تدخلات الدول الكبرى سألتمونا أسئلة أنا متعجبة لطرحكم إيانا متعجبة لأنكم قلتم لماذا هذا المال الذي أعطونا إياه في البنك الدولي لا يكفي أهذا بالسؤال؟ أقول لكم هذا لا يكفي لأننا نحن الدول النامية نستثمرها بالشكل الخاطئ نستثمرها بالشكل الخاطئ ومشاكلنا مشاكل لا نستطيع حلها أتتكلمون بحال الدول النامية؟ أنا هو لسان حال الدول النامية لا ترتكب يا أيها الشعب في الدول النامية لا ترتكب الأخطاء وترمي اللوم على الدول الكبرى قلتوا لنا قلتم أعطيتم مثلا سوريا وفلسطين القضايا العظيمة سوريا هل تعرفون ما هو سبب الثورة في سوريا أم لا؟ السبب هو انتفاضة الشعب على السياسة الجائرة على نظام الحكم الجائر وليس ما قلتم هو التدخلات التدخلات شكرا لك التدخلات كانت نتيجة لهذه الثورة كانت نتيجة وليس السبب قلتم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية هي موضوع استثنائي موضوع الاحتلال وليس كل الدول النامية يعاني من هذه المشكلة فلنتم قولنا بكوريا الشمالية وأقول لكم هيا كوريا الشمالية ما زالت تحت مسمى دول عالم الثالث ولم تتغير فيمكننا استخدامها سألتمونا ألم تكن سياسة العولمة ضر؟ أقول لكم أنسيتم الآفاق التي فتحت والنهضات التي قامت بسبب هذه العولمة لا ما نسينا إن نسيتم فهذه مشكلة قلت لنا أن مجلس الأمن حين يتخذ القرارات يكون هذا ضارا وهو يؤثر ويكون لتدهور هذه الدول وأنا أقول هناك دول تنهض وترتفع تحت هذه القرارات كاليابان مثلا قلتم قلتم أن زمن الاستعمارات لا ينتهي ونخرج من استعمار إلى استغلال إلى احتلال وأقول إذا الدولة استطاعت وإذا الشعب توحد نستطيع كسر كل هذه التفاهات والسخافات وأكد على ذلك بعد الحرب العالمية الثانية فرنسا ما كان حالها كان الاقتصاد منعدم كان كل شيء صفر ولكن نهضت نهضت كيف بنفسها كانت قادرة استطاعت النهود وأخذت كل شيء لصالحها شكرا لك قلتم إن كل المصالح التي تأتي بها هي مصالح لنفسها لكن أعزائي حين تأتي الولايات المتحدة مثلا لتعزز مصالحها المصالح هي تكون متبادرة في هذه الحال سأشرح كيف مثلا المؤسسات متعددة للجنسيات هذه تقولون أنها كانت لصالح هؤلاء الدول لكن هل نسيتم أننا استفدنا من هذه المؤسسات كيف استفدنا استفدنا عن طريق أنها شغلت الفرص لعمل عن طريق ازديادة التدهورات فلتكن مصالحها وها هي مصالحنا واتفقت المصلحتين وهينيئا لنا ولهم سألتمون ألم يكن دعم إسرائيل تدهورا الولايات المتحدة لدعم إسرائيل تدهورا لهذه الدولة النامية وأنا أقول إن قضية فلسطين استثنائية نقول أيضا أعطيتم مثل تركيا ونقول نحن كفريق معارضة لا ننكر التدخلات السلبية ولكن قد بينا مع المتحدثة الثانية أن هناك تدخلات إيجابية فمثلا الشعب المالي طلب المساعدة من الدول الكبرى لتكون مساعدة لهم وهنا نرى أن الدول النامية بحاجة إلى هذه التدخلات لتكون شحنة لها لتنهض من جديد أعزائي أعزائي لا تتخبوا تحت حجة أنها سلبية وأن كل التدخلات هي سلبية وقعمة في التدهور ولا تحجب النظر عن المشاكل التي نحن نعاني منها نعاني منها كل يوم أنا سيتم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كل يوم مظاهرة كل يوم ثورة لهذه المشاكل أنا سيتم هذا وما كانت النتيجة نحن سمحنا الفرصة لدخول هذه الدول نحن نلقن لوما خطائنا على هذه الدول نحن نضع ساحة فراغ لهذه الدول لتأتي وتحركنا كيفما تشاء الدول تتدخل نتيجة لأخطائنا وليس السبب لأخطائنا أنا اليوم أعطي كل هذه التفنيدات وكل هذه الحجج لأدعم هدفنا وهو تسليط الضوء على حقيقة تدخل دول الكبرى ولأعارض رأي المجلس الذي يقول أن الدول الكبرى هي السبب الرئيسي في التدهور وشكرا لكم أعزائي شكرا جزيلا للمتحدث الثالثة من فريق المعارضة هكذا ننتهي من الخطابات الرئيسية ننتقل إلى خطابات الرد بدءا بفريق المعارضة تفضل حضرة الرئيس اللجنة الموقرة زملائي من فريقي الموالات والمعارضة أيها الحضور الكريم أهلا بكم من جديد نحن فريق المعارضة نؤكد مرة أخرى ولا نزال متمسكين برأينا المعارض لرؤية المجلس الذي رأى بأن تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب رئيسي في تدهور دول العالم الثالث مشددين على هدفنا الأساسي الذي نسمو إليه وقد وصلنا إليه عبر حججنا والذي هو تسليط الضوء على حقيقة هذه التدخلات أولا كيف وصلنا إلى هدفنا دعوني أقول لكم وصلنا إلى هدفنا عبر تبيان بأن هذه التدخلات هي نتيجة وليست سببا للتدهور أن التدهور هي نتيجة وليست سببا للتدهور كمنا أيضا بتبيان خطأ فريق المولاة في حصر التدخلات بأنها فقط التدخلات السلبية من استعمار وغيرها أطماع إلى آخره إلا أن هذه التدخلات ليست بجميع التدخلات دعوني ألخص لكم المناظرة وأبين لكم نقاط الضعف الكبيرة عند فريق المولاة ونقاط القوى عند فريق المعارضة أولا قال فريق المولاة بأن هذه الدول الكبرى هي السبب الرئيسي في تدهور دول العالم الثالث لأنها هي سانعة القرار هي تمحور القرار كيفما تشاء وبحسب مصالحها وقلنا نحن كفريق معارضة بأن هذه الدول نعم هي صانعة القرار هي تملك القدرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وإلى آخره من قدرات تسمح لها بالإمساك بزمام الأمور في الأوضاع التي تجري في العالم قلنا لكم أن هذه الدول كوية وتستطيع وعبر مواثيق تتبناها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والكثير من الهيئات الرسمية وتقول بأن التدخل واجب من قبل المجتمع الدولي في حالات وجود مجازر جماعية أو تطهير عرقي أو غيرها من المشاكل قلتم وعطيتم مثالاً أن ليبيا تدهورت بسبب تدخل الدول الكبرى وفندنا مثالكم بأننا بينا لكم بأن ليبيا لم تتدهور بسبب هذه التدخلات بل أن ليبيا كانت تعاني من مشاكل بسبب النظام القبائل السائد فيها والذي يكمن في جوهرها وبسبب التصارع على السلطة وإلى آخره قلتم بمثالكم القضية الفلسطينية وقد بيّنت لكم المتحدثة الثالثة كيفية أن القضية الفلسطينية هي قضية استثمائية فللأسف فلسطين لا تتمتع بالاستقلال التام الذي يجعل هذه التدخلات تدخلات هي تقع تحت احتلال فهذا موضوع آخر قلتم أيضاً الاستعمار وقلنا لكم أن دولاً كثيرة كانت تعاني من الاستعمار فرنسا ادخلت إليها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وأدت إلى تدميرها وخرابها كانت فرنسا لا شيء وبالتالي نحن الآن نرى فرنسا دولة من دول عالم الشمال دولة من الدول الكبرى التي استطاعت بأن تقف على رجليها من جديد وأن تحارب هذا الخلل الذي أصابها فدعونا أرجوكم لا نلقي اللوم على غيرنا دعونا نعترف بأخطائنا دعونا نقل ونقر بأن هذه التدخلات ليست السبب الرئيسي في تدهورنا دعونا ننظر إلى الواقع وننظر إلى الأخطاء التي نرتكبها قلتم وقلنا وقلتم وقلنا وقد فندنا جميع حجاجكم وبالتالي نحن فريق المعارضة قد تمكننا من بناء موقف سليم بناء على حجج كثيرة وفندنا كل ما جئتم به ونحن نؤكد على موقفنا المعارض وشكرا شكرا لفريق المعارضة على تقديم خطاب الرد نختم المناظرة بخطاب الرد من فريق الموالاة تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ المحكمون ألا حضور الكرام وصديقاتي من فريق المعارضة والموالاة أعدنا إليكم مجددا في خطاب الردي لأحلل لكم مجريات المناظرة دون إضافة أي حجج جديدة أيها السادة كانت خطاباتنا غنية بستراتيجيات محكمة ومحاججات بناءة منها حجج موضوعية وأخرى واقعية كحقيقة ما يحدث في المنظمات الكبرى وصندوق النقد الدولي وعندما ذكرنا أن تدخل الدول الكبرى في شؤون العالم أجمع وحرصها على مصالحها الخاصة وعدم نظرها إلى واقع الدول الباقية هو السبب الرئيسي في تدهور دول العالم الثالث وقد قلنا أن هذه الدول هي من النوع الاستعماري والإمبريالي الذي يطمح بالصيدر على دول العالم وأما بالنسبة لحججهم فقد كانت وهي وغير دقيقة وكانوا يذكرون أمثلة ويسببون لها الأسباب لمصلحتهم تماما كما تفعل الدول الكبرى عندما تتدخل بغضاء سياسي أو اقتصادي وتقصد من خلفه مصالحها الشخصية وأشرح لك أيها السادة قد تحدث المتحدث الأولى عن تنمية الدول وهي متعلقة بالإنسان أيها السادة أنا في الخطاب الأول قد تحدثت أن الدول الكبرى الاستعمارية أنهكت دول العالم الثالث عندما استقلت هذه الدول نعم أرادت التنمية نحن أيضا نعرف ولكن الدول الكبرى وتدخلاتها كانت لها بالمرصات وكذلك تحدثت عن ليبيا أيها السادة أيها الصديقات كلامكم متناقض تماما تماما لأن تدخل سياسات الدول الكبرى أثر على ليبيا وأدى إلى حروب داخلية ونزاعات داخلية ومن قتل معمر القذافي نعم شعبه ولكن بالتوجيه من الدول الكبرى أيها السادة وقد تحدثوا عندما تحدثنا عن الاستعمار وكنا نتحدث عن استعمار دول العالم الثالث وهم قد تحدثوا عن فرنسا وعن اليابان وما هذا المنطق نحن تحدثنا عن دول العالم الثالث وكذلك تحدثوا عن التوفير المال أيها السادة التوفير المال نحن نتحدث عن دول العالم الثالث منهم من خرج من الاستعمار ومنهم من خرج من الحرب هي تحتاج لقوة اقتصادية والمال بيد تلك الدول المال بيد مؤسسة دولية ولكن مسيسة تعطيها القليل لتأخذ منها الكثير أصلا لن أطيل عليكم لأننا قد تحدثنا عن هذه الأشياء من خلال خطاباتنا وكذلك تحدث أن يجب أن لا ننسى أن العالم قد أدت إلى آفاق جديدة أيها السادة أي عالمة تتحدثون عنها هذه العالمة أيضا تخدم لهذه الدول الكبيرة وقد تحدث الفريق المقابل عن التدخلات الإيجابية ولكننا قلنا نعم أن هذه الدول تفعل ما تريد تمكر بهذه الدولة وترضى عن هذه الدولة نعم هذا كان بدأكم الذي تتغنون به للصالحنا وأيضا تحدثوا أن هذه الدول قوية عسكريا وسياسيا ولكننا نحن أيضا نعرف ولكننا لن نسمح للدول الكبرى بلعب دول العالم الثالث بهذه القوة وأيضا أيها السادة لم يقبلوا أي مداخلتنا وكذلك لم يقوموا بأي مداخلة وهذا يدل على أن ضعف الفريق المقابل بموقفهم بهذا أختم قولي شكرا جزيلا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا لفريق الموالاة على تقديم خطاب الرد والشكر لكل الفريقين على هذه المناظرة نطلب من المتناظرين النزول من على منصة المسرح الآن يستحق التصفيق الحالي شكرا جزيلا لفريق المتناظرين